بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع المفاوض السامي الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فليب جراندي آخر مستجدات خاصة بقضايا اللاجئين في الدول العربية استعرض المفاوض الأممي خلال هذا اللقاء أوضاع اللاجئين في المنطقة العربية وبشكل خاص السودانيين النازحين عاقب اندلاع المواجهة المسلحة تطرق اللقاء إلى زيارة مفاوض اللاجئين للحدود المصرية السودانية ومعبر قسطل وما شهده من تعاون من السلطات المصرية في التعامل مع تدفقات اللاجئين السودانيين الذين تجاوز عددهم 160 ألف وأكد أبو الغيط خلال اللقاء على أهمية دعم المفاوضية للدول التي تقوم باستقبال اللاجئين لا سيما مع عدم وضوح المواقف في السودان مشددا على أن وقف إطلاق النار مستدام يمثل الخطوة الأولى الضرورية لوقف معاناة المدنيين وتمكين المنظمات الإغاثية من التعامل مع الموقف لقد قمت بزيارة إلى معبر قسطل الحدودي بين مصر والسودان وبالطبع رأيت الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة المصرية وقد أكدت على ضرورة تقديم الدعم الكبير لمصر من أجل النازحين السودانيين التي توقفت بهم الحياة وأؤكد لكم أن الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تقف بجانب مصر بشكل كامل لحماية هؤلاء النازحين